السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وأخواتي طلاب الصف الثالث متوسط في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذ عماد الذوين درسنا لهذا اليوم هو تقويم ومراجعة لمعايير التفكير الناقد درسنا معايير التفكير الناقد في السابق والآن سوف ناخد تقويم ومراجعة لأهم مواضيع هذا الدرس معايير التفكير الناقد نتذكر الأهداف نقول واحد أتبين المقصود بمعايير التفكير الناقد اثنين أتعرف على معايير التفكير الناقد ثلاثة أستنتج قيمة المعايير في تطبيقات التفكير الناقد في الحياة اليومية أربعة أطبق معايير التفكير الناقد على مواقف حياتية هذه هي الأهداف نأتي إلى التمهيد نقرأ بشكل سريع التمهيد من أهم متطلبات التفكير الناقد التفكير في التفكير ذاته ماذا يعني؟ طيب ففضلا عن ممارسة التفكير في مختلف المواضيع والمشكلات هذا يعني أنه يخضع التفكير الناقد عملية التفكير ذاتها للنقد والتقييم وهذا لا يستقيم إلا بإيجاد مجموعة من المعايير التي ترسم حدود ممارسة العقل الناقد لعملية التفكير وكأن العقل الناقد يراقب نفسه بنفسه حتى لا يقع في الخطأ والوهم فما هي هذه المعايير؟ إذن معايير التفكير الناقد هي من أهدافها أنه لا يقع الإنسان في الخطأ نأتي الآن نقول ماذا يقصد بالمعايير معايير التفكير الناقد نقول يقصد بمعايير التفكير الناقد تلك المواصفات العامة المتفق عليها لدى الباحثين في مجال التفكير والتي تتخذ أساسا في الحكم على التفكير الناقد الذي يمارسه الفرد في معالجته للمشكلة أو الموضوع المطروح ننتقل ولدينا سؤال السؤال على الشقين الشق الأول هل يكفي أن يستعمل الإنسان الكريمات لكي يكون مفكرا ناقدا بحق؟ يتخاطب الناس بين بعضهم بواسطة اللغة عندما تكون لغتك سليمة ومنظمة تستطيع أن تتكلم أو تبين ما لديك أو فكرة أو رأي أو وجهة نظر بكل يسر وسهولة عندما تكون لديك مجموعة من الكلمات والمصطلحات والمترادفات طيب هل يكفي جمع هذه الكلمات أو إلقاء هذه الكلمات بشكل مرتب لكي تكون مفكر ناقد بحق؟ من يجيب؟ أحسنتم أحسنتم بالطبع بالطبع لا لا إن اكتساب صفة المفكر الناقد تتطلب جملة من الشروط والمعايير طيب ما هي هذه الشروط والمعايير؟ نأتي للشق الثاني من السؤال إلى ما يحتاج المفكر الناقد ليتمكن من التفكير بفعالية ماذا يحتاج المفكر الناقد لكي يتمكن من التفكير بفعالية؟ نقول القدرة على التفكير في التفكير التفكير بطريقة منظمة اكتساب القدرة على تحليل تفكيرنا ننتقل أو نأتي إلى إضاءة إن التفكير بطريقة منظمة نقرأ إن التفكير بطريقة منظمة ينبغي أن يكون محور الكيفية التي نعيش بها وهذا شيء تتجاهله المجتمعات البشرية بشكل كبير إذا أردنا أن نفكر بشكل جيد فإنه ينبغي علينا أن نفهم على أقل تقدير مبادئ التفكير وأدواته المنطقية ومعاييره كما يجب أن نتعلم كيف نقوم بتحليل تفكيرنا طيب الآن نأتي ما هي معايير التفكير الناقد تكلمنا قبل قليل عن معايير التفكير الناقد كتعريف بسيط أو مفهوم الآن نأتي إلى معايير لدينا جملة من معايير التفكير الناقد من يعرف تلك المعايير أو من يعرف أول معيار وهو من أهم المعايير عندما تتخاطب مع شخص وهذا الشخص يقول جمل غير مفهومة بالنسبة لك هذا يعني أنك لا تفهم تلك الفكرة التي يود هذا الشخص أن يقولها لك فإذا لم تفهم تلك الفكرة لا تستطيع أن تطلق أحكام أو آراء على تلك الفكرة لأنها غير مفهومة أول معيار من أهم المعايير في التفكير الناقد هو الوضوح عندما تكون الجملة واضحة وعندما تكون الفكرة واضحة نستطيع أن نفهم تلك الجملة وتلك العبارة ونستطيع أن نتعامل معها من معايير التفكير الناقد الوضوح المعيار الثاني من يعرف أحسنت؟ وماذا أيضا؟ أحسنت؟ المعيار الثاني هو الصحة هو الصحة سنتكلم عنها بعد قليل بالتفصيل المعيار الثاني الصحة المعيار الثالث من يتذكر؟ أحسنتم أحسنتم الاتساع وبعد الاتساع الدقة وبعد الدقة ممتازين أحسنتم الاستدلال المنطقي وما بعد الاستدلال المنطقي من المعايير الربط وآخر معيار هو العمق طيب هذه هي معايير التفكير الناقد هذه هي معايير التفكير الناقد ننتقل لدينا الآن جدول تعريف المعيار وما يترتب عن عدم الالتزام به إذن لدينا المعايير نريد أن نأتي بتعريف هذا المعيار وما يترتب عن عدم الالتزام به طيب أول معيار هو الوبوح طيب ما هو تعريف الوبوح؟ تكلمنا عن الوبوح قبل قليل أحسنتم طيب نستطيع أن نقول أن تكون العبارة بينة المعنى بحيث لا تلتبس مع معاني أخرى في ذهن المتلقي وأن تكون لها دلالة واحدة في مختلف عناصر الاستدلال طيب الآن نأتي إلى الشق الثاني من الجدول ما يترتب عن عدم الالتزام بمعيار الوضوح عندما يأتي شخص ولا يلتزم بهذا المعيار ماذا يحدث؟ بالطبع لا نفهم تلك الجملة ولا نستطيع أن نحكم عليها بأي شكل من الأشكال أحسنتم ما يترتب عليها عدم القدرة على التواصل والتبليغ وموض الرسالة التعبيرية فساد الاستدلال بسبب استعمال نفس العبارة للتدليل على معاني مختلفة في مختلف مراحل الاستدلال أحيانا تكون كلمة لها أكثر من معنى ولها أكثر من دلالة وهذا يتطلب الوضوح طيب عندنا معيار الصحة ما هو تعريف معيار الصحة؟ ممتازين تعريف معيار الصحة يقصد بالصحة أن تتطابق العبارة والحكم مع الموضوع أحسنتم الصحة هي أن تكون العبارة تتطابق مع الموضوع وأن تكون موثقة المصدر وقابلة للتحقق والتثبت أحسنتم الصحة هي صحة المعلومة وأن تكون قابلة للتحقق والتثبت طيب عند عدم الالتزام بهذا المعيار معيار الصحة ماذا يحدث أو ما يترتب على ذلك؟ ممتازين نقول طبعا الوقوع في الخطأ لعدم مطابقة العبارة للمرجع نقول إذا لم ألتزم بمعيار الصحة بالطبع سأقع في الخطأ طيب معيار الدقة معيار الدقة سأتكلم عن معيار الدقة مباشرة معيار الدقة هو صياغة تتحرى التعبير عن الفكرة في اقتضاب دون زيادة أو اختزال هي صياغة تتحرى التعبير عن الفكرة في اقتضاب دون زيادة أو اختزال طيب ما يترتب عن عدم الالتزام بمعيار الدقة؟ نقول إهمال عناصر أساسية في معالجة المشكلة تقديم صياغات لفظية موسعة فضفاضة تغيب المعنى عدم تقديم ما يكفي من المعلومات لفهم المسألة المطروحة طيب معيار الربط من اسمه الربط أحسنتم معيار الربط هو عدم الانسياق وراء استطرادات وراء استطرادات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة مما يفقد الكلام كل ارتباط بموضوع السؤال أو المشكلة أو العرض أو الحوار طيب عندما لا ألتزم بمعيار الربط ماذا يترتب عن ذلك؟ يترتب عن ذلك إهمال الموضوع الرئيسي والإسهاب في ذكر معلومات لا صلة لها بالموضوع الأصلي الخروج الكلية عن الموضوع تضيع وقت المتلقي في ما لا يعنيه طيب عندنا معيار العمق ما هو معيار العمق؟ تعريف معيار العمق هو الإلمام بكل مكونات الموضوع والأسباب الكامنة وراءه والتفكير في كل زوايا النظر للمشكلة دون إهمال للروابط الداخلية والمؤثرات المحيطة فضلا عن ضرورة التفطن للضمنيات والمسلمات الخفية طيب العمق هو الإلمام بكل مكونات الموضوع باختصار طيب عندما أو ما يترتب عن عدم الالتزام بمعيار العمق ما يترتب عن عدم الالتزام بهذا المعيار معيار العمق طيب نقول عدم الحرص على البحث بعمق لما وراء الظاهر من اعتبارات مسكوت عنها مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى السطحية الاتساع سأجيب عن الاتساع وأقول تعريف الاتساع هو الإلمام بكل جوانب الموضوع فالتفكير الناقد لا يهمل أي معلومة لها صلة بالموضوع كما يتفحص جميع الأراء والحجج إذن الاتساع هو الإلمام بكل جوانب الموضوع ما يترتب عند عدم الالتزام بهذا المعيار هو الوقوع في ضيق أفق التفكير عدم الإلمام بالحلول التي يمكن أن تعيننا على الاقتصاد في الجهد وتفتح لنا أفق أوسع إذن عند عدم الالتزام بمعيار الاتساع الوقوع في ضيق أفق التفكير آخر معيار الاستدلال المنطقي ضرورة سلامة العلاقات الداخلية بين العبارات والقضايا وانسجام العناصر المكونة للاستدلال وذلك التزاما بمبدأ عدم التناقض بين الأفكار للوصول إلى الحل الصحيح للمشكلة المطروحة إذن الاستدلال المنطقي تعريفه باختصار هو ضرورة سلامة العلاقات الداخلية بين العبارات والقضايا وانسجام العناصر المكونة للاستدلال طيب عند عدم الالتزام بهذا المعيار نقول فقدان الانسجام المنطقي العجز عن الإقناع وفقدان ثقة المخاطر ننتقل إلى الشريحة الأخرى وفي هذه الشريحة لدينا بعض المواقف عندما نتحاور أو نتخاطب مع الآخر بعض الأحيان نشعر بفقد لأحد هذه المعايير طيب ما هو السؤال الذي يجب علي وعليك طرحه للتأكد من سلامة تلك المعايير طيب نأتي أولا ونقول في وضعية عدم الوضوح وما هو السؤال الذي يطلب الوضوح إذا لم تتضح لك المسألة أو بعض الكلمات قد تحمل أكثر من معنى تسأل وتقول سأساعدكم بالأولى تسأل وتقول ماذا تقصد بهذه الكلمة عند عدم وضوح المقصد يجب علي أن أسأل سؤال وأقول ماذا تقصد بهذه الكلمة طيب نأتي للموقف الآخر موقف يدل على الشك في الصحة عندما تتعرض لموقف أو يمر عليك موقف وتشعر أو تشك في صحة هذا الدليل أو هذا البرهان أو اللي يكون طيب موقف يدل على الشك في الصحة مثلا التثبت من صحة الدليل أو البرهان الذي يدعم الحجة يجب عليك أن تتثبت من صحة الدليل أو البرهان الذي يدعم الحجة طيب ماذا تقول وماذا تسأل لكي تطلب الصحة أو الدليل أو البرهان ماذا تقول أحسنت أحسنت ما لدي إجابة أخرى ماذا تقول عندما تريد أن تتثبت من صحة الدليل أو البرهان أحسنتم أحسنتم أقول هل يتطابق الدليل أو البرهان الذي يدعم الحجة مع الواقع طيب موقف يدل على عدم الدقة مثلا التعميم المفرط عندما نسمع كلمة بها تعميم مفرط يجب أن أسأل سؤال يطلب الدقة ماذا أقول بهذا السؤال عندما أطلب الدقة أحسنتم أقول هل يمكن أن تكون أكثر اختصارا وتحديدا هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا هل من إضافة لتدقيق المعنى هل تكون أكثر وضوح ودقة ولا تعمم هل من إضافة لكي تحقق من دقة هذا المعنى الذي تتكلم عنه أحسنتم طيب الآن نكمل موقف يدل على عدم الربط الخروج عن الموضوع الرئيسي هذا السؤال سهل جدا عندما تتحاور مع شخص ويخرج عن الموضوع الرئيسي وهو معيار من معايير التفكير الناقض معيار الربط طيب عندما يتشعب الشخص المقابل ويخرج عن الموضوع الرئيسي ما هو السؤال الذي يتطلب الربط أحسنتم سؤال سهل جدا أحسنتم من لديه إجابة أخرى أحسنت أحسنت نقول ألا تظن أنك خرجت عن موضوع الرئيسي؟ هل يمكن أن نعود للموضوع الرئيسي أو للهدف؟ طيب موقف يدل على عدم العمق كأن مثلا غياب الحجج المتعلقة بجوهر المشكلة موقف يدل على عدم العمق طيب ما هو السؤال الذي يتطلب العمق عند غياب الحجج المتعلقة بجوهر المشكلة؟ ماذا أسأل؟ ماذا أقول؟ أقول هل يمكن أن تقدم حججا تؤكد ما تدعيه؟ لأن الشخص غابت عنه الحجة المتعلقة بجوهر الموضوع أو المشكلة أسأل أنا وأقول هل يمكن أن تقدم حججا تؤكد ما تدعيه؟ طيب موقف يدل على عدم الاتساع عدم إبراز كل المعطيات لمعالجة المشكلة وهذا معيار الاتساع هذا أخل بمعايير الاتساع لم يبرز كل المعطيات لمعالجة هذه المشكلة ماذا أقول أو ماذا أسأل لكي أطلب الاتساع؟ أقول هل جمعنا كل البيانات التي تساعد في حل المشكلة؟ طيب وأخيرا موقف يدل على عدم الالتزام بمعيار الاستدلال المنطقي عدم الثقة في سلامة الاستدلال المنطقي للحجة ما هو السؤال الذي يتطلب الاستدلال المنطقي؟ من يجيب على آخر سؤال؟ أحسنت من لديه إجابة أخرى أيضا؟ أحسنت أحسنت طيب نستطيع أن نقول ما مدى سلامة الحجة؟ هل تستجيب لقواعد المنطق؟ هذا السؤالين يطلب الاستدلال المنطقي ما مدى سلامة الحجة؟ هل تستجيب لقواعد المنطق؟ هل تلك الحجة تستجيب لقواعد المنطق؟ هل هي منطقية؟ طيب و هنا ننتهي من هذه المراجعة و أتمنى أن أكون قدمت لكم الفائدة و نراكم بإذن الله تعالى في حصص أخرى و في دروس أخرى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته